السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمنا الرحمن الرحيم الله مصلي والسلم وبركاته على سيدنا محمد وعلى لي وصحبه وجميعين إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الفيديو على واحد الأكلة من البقوليات دي الأرض اللي هي الرجلة كينا الخبيزة كينا الرجلة الخبيزة كتكون في فصل الشتاء والرجلة كتكون في فصل الصيف كتكون في الحقول الخضر يعني الحقول فيها البصلة وفيها القرعة وفيها مهم يحيدوها الفلاحة ويجيبوها تتبعوها مع القصبور ومعد نوس ودكشي هان طيبها ويجيبوها عندها الفوائد كتير بزفزف بزفزف لداتي ديالنا كيقولوها المختصين في التغذية تقولوه رغم زيانة ومنا غد نقطعها غد ندير فيها بحل شلادة ومنا طريقة غد نقللها طريقة لالخبيزة حتى تدير غير خبيزة سخونة لتصبح الله العظيم وهذه تبدأ في الصيف من شهر 6 سوف تبدأ سوف تكون في فصل الصيف سوف تكون كثيراً سوف تكون في الحقول سوف تكون في الحقول سوف تكون في شريطها لديها الكزبور والمعدنوس والخص والفجال سوف تكون قية سوف نقطعها سوف تكون قائمة سوف تكون فيها سوف تكون قطعها سوف تكون الهار قيق سوف تكون سهلة سوف تكون جداً سوف ترفق لها الأطباق مثل طبق الحوت أو الطاجين وترفق لها الأطباق كلها يخذينها كوكوت في طنجرة بمسلك انا لا أصدقها نقعد الفوائد لا تستخدمها غسلتها ونقيتها وقتها في الباني من التحيد من الرملة ونبقيتها مزيان وخليتها تنشفت شوية تسقطرات عادة كنقطع فيها باش نطيبها زوينا كم مكتلكم كترافقي بها الأطباق الاخرين اللي هو تدريها مع الشلايد و اللي تدريها مع الطاجين و اللي تدريها مع الحوت مهم هاد الأطباق اللي كترافقية سوف يأكلها بمالين سكار بزيف كي يقولوا الله و اعلم فيها الشي حاجة مزيانة سكار لا أعرف سوف نستمر ونقطعها كاملة سوف نشتغل قطة واحدة وكتبها على الخيصة ومعيا سوف نورها لكم بعدما قطعتها هيا قطعتها وهيا قطعتها هيا قطعتها نشتغل قطعة عنتم مرة ما زربت الفيديو زوينا كاملة في هكذا هاك جيلاتين ديالها رح صحي مزيق بزيف زيف اشتغل هاك جيلاتين كنت أردت لكم فيديك تلدد في هذك السميسو عايشي زوينة بزف طرية وخضراء تأكليها سوف نديرها تفور هنا عندي هذا المقلع حكيت في واحد جديد فصو ستوم بعد أن تفورت فورتها في الكسكس لا أسلقتها حيث لا يوجد فوقتها يمشي في الماء شبه كيف تلدد بنينا بزف بلد تحاجة فورتها بلاملح بلوالو حكيت واحد جديد فصوصتم هنا أضع لهم واحد جديد زيت الزيتون واحد جديد معاقلة ثلاثة على حسب مهم هذه الزيت الزيتون تقريبا جديد معاقلة ثلاثة على حسب الكيمية التي تفورتها سوف نضع هذا الزيت الزيتون معا معا التومة لا أريد أن نديرها العطرية نهائيا حيث تعجبني المضاق ديالها يعجبني بالعطرية عطرية تسنقص لها ذاك المضاق ذاك المضاق ذاك المضاق اللي فيها هي المضاق للربع ذاك المضاق الذين طراب هذه الزيتون نديرها الزيتون لا نتجعلها تشحر بزيف وغير تطاحت تتهرس ذاك الجهة تتهر بسخونية سوف نضع ملحة ملحة أضع ملحة أضع أشكرها في الكسكاس ملحة جيدة بشكل ملحة بمعلقة جيدة لا أحتاج شكرها في ملحة ملحة نضعها من الملحة سوف نضع ملحة جودة ملحة حسب ملحة ملحة يضع ملحة جيدة 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 التي بمغتها وكذلك يدير الزيته من اللي يبغى انا نخليها هكا بالعطرية بالتشي حاجة فهي شوية المليحة زوينة بزاف زاف المختصين في تغذية نصحونا بها ناكلها هذا الشديد بقولية بزاف طبيعي عندما اشتر بقى كنت نساجم مع ذلك التومة كانت منها تستغلوا هاد الوقت والطيبوها كل ما يعرفها كل ما يعرفها مش يغنس بحال بحال صعر في ذبغة نتفعلها صعر فيها صعر فيها انا قدرت له شيد الحار انا كيعجبني شوية المضاق دياله ها وادرته شوية ذي الحار ها انتم صعر في هاد الشيء اللي غندير ليع فقط ما درت العطرية نهائيا كنت تمضق المضاق ديال هاد الرجلة اسميتها نبات الرجلة الرجلة اللي كان نقول لي احنا ما عرفتش كل شي تقولها رجلة انا كنعرفها بالرجلة انا كنعرفها بالرجلة صافتة باني طفيت عليها زوينة بزاف كنتم نتجربوها و الى فيديو قادم ان شاء الله بحلقاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته